اشتركوا في القناة نتيجة حوادث او ان يعانق الحياة عند الولادة بنقص خلقي في الحالتين نظرة المجتمع كانت بمثابة الجلاد الذي لازمهم صوته الى ان طفح بهم الكيل ولاذوا بالفرارح ووجهات مشهولة ذلك هو محور عددنا الليلة الذي نكتشف اسراره معا لكن بعد هذا التصفح السريع لمواده لنتابع الروبرتاج الحدث لهذه الليلة ينقلنا الى قلب قصة اشبه بالخيال محورها بن عيسى القصر الذي صدمت اسرته بخبر وفاته غرقا لتهتز عقب ثماني سنوات على خبر كونه على قيل الحياة وارتباطا بمحور تشوهات الخلقية أسرة كريم المنصوري تروي لنا حكاية معاناته جراء حريق أتى على ملامحه في السياق ذاته أسرة خالد فقري المصاب إعاقة حركية تعيد تركيب أحلاف مصاري المأساوي الذي انتهى باختفائه قبل خمس سنوات واحد الليلة جتها دخلتها خداعش ونصد الليل شميت فيه الرحاق ما رضيتش أنا بغيت بغيت ولدي ملكونش ليه في ذلك ذلك الحياة ضربت وضربت خطأ بلقى مع قد قادية ما بمشاكين مع مو وكي لمهو ما صبرش ما صبرش يبهش هاجق هربت وللفرح نفرض مساحة خاصة بطرها فؤاد الدراع الذي تحكي لنا أسرته قصته مع المخبرات الاضطراب النفسي والتيه قصة هي أشبه بالخيال محورها شاب يدعى بن عيسى القصري قادته ظروفه للعمل صغيرا بمنطقة سوق الأربعاء الغرب ليفقد أثره مدة سنتين بعدها أخبرت الأسرة بوفاته غرقا وقامت بدفن الجثة عقب ثماني سنوات صدمت مرة أخرى بكونه على قيد الحياة وأنه تعرض للاستغلال طيلة مدة اختفائه بإحدى الضيعة الفلاحية أفسح المجال لكل من جهان دبلالي محمد مربوح ربيع العيدوني العربي الخيار وأمين عذراوي لينسجوا لنا خيوط قصة أقل ما يقال عنها أنها غريبة إلى منطقة دار القداري دواحي مشرع بلقصيري يعود عيسى القصري بعد رحلة غياب مجهولة قادت عائلته إلى دفن شاب آخر ظنا منها أنه المعني بالأمر عيسى اختفى قرابة العشر سنوات وظروف غامضة أدت به إلى الاستغلال من طرف شخص يمكث بنواحي مدينة القصر الكبير من احتفال قد قادت Lemon أضار continuar Nacional جميع القصر للإبيت منجمig الله أنت ما لديك rather إنKE مشتري شكرا sao سأباس من جد أن يجم ايليكenne مربوح للإبيت وأخير قد يجم من جدري Lex أن تجميع الطبخة شكرا طبخة آسفة طبخة في الليل و الأبناء؟ الليل مع الضلمة؟ ما يصدق لك في البيت؟ صدقاء البيت البيت؟ أه خليك لتخرج لأولو أولو ودك تتقابله شهازا؟ وراء النجاتة و العراض نجاتة و العراض؟ قطعتك تاكل لأ؟ أولو قطعتك تاكل لأولو؟ الشماخ و الدوم الشماخ و الدوم؟ أه قطعتك تاوم وتدك قطعتك تاولون ما نسي بحالة بي ما تلعين؟ شو كتايل ذلك؟ قطعتك تاومين يتضربه تاوك ماتشيش؟ ماتشيش ماتشيش محسن؟ محسن؟ أه وقشانا و إنا غايل حق لي هاد الحالة بحالك اتناوي ولدي الدار عشل خالتي تاديش و العدوم قطت ولدي الزمقاء يخدم و غاديمشي قطعت عدي القضية وأبوها كان مريض سعو يدي من اللي في شاهد راسول خطور الله و يعلم بيه من اللي ورنا بنتي ديك الموتى جابوا أبوه ماشي ما جابوش أبوه كان مريض من اللي شاء السبع طار جابوه قالي يا صاهي أبوه والدي قلت له أني الله قلت له رمشي والدي قالي لا رأى والدي بشمع الليل يا ديك حفيتك فنوت ما وغسلوه جابوه ورانا مرت جعلت ولت في المرارة بلا مرارة ولت في الكبدة بلا كبدة لكان خارجي الفتيع لحساب والدي يا حمد ربي ما لقيت يا بوليدي حمد ربي يا حباتي حسيت حبيت الفرحة كتيرة ملقال يا رانا لقيت حسيت فرحة كتيرة تنقلون سيب الطير وشي والدي وغضي الطمبيل وحابس العد البويس يقول لي رام جايبين عاص برام وزايبين تقول له عاص شي والدي بعده ما كانش عندك الشك أنه مشي والدك لأنا والدك أنت يدفنتيه جابوه لي تصوره وره ورية جابوه يتصور حيتي هذيك من اللي تصوره صحي فرح تقلوا مولدي هذا بقي حاج كيف هاش استيقبل ديالك سيدي من قبل البداية ما بشيتوت جيوه نيسا بشينا للأقصر الحاق ناليه الخميس بوج ديال حاق ليسروا أماركم السلام في جنادك سيدي اللي دانا قلوا هادور من العائلة بن عيسا انا بغوا يشوفوا ابن عيسا ديالهم بغوا يدوه بلهم هادا بن عيسا في كانوا عني هذي شعال يقولوا انا كيف هاش تستمتين هذي سيدي يكرا جابوه لي واحد سيدي جاء لي هاد سيدة داه dever ده نقص العقلية خلي عندك هنا وبشيحلك لبة وخلي عندك حا لوسيسزه بد Without GOP من صاحب كيف يخدم 502$ لالليل ونهار حسبو له 6300 مساء وال Lil و النار و يعطيه التعب دياله 6300 مساء والنص المهار دياله هي 2400 دقينا في النهار خاصة لو حسبو له 2400 دياله و ما امتعش لي انه يصرحه البرگر والسفلول به الضحيان و عندما يصرحه البرگر و عندما يدخل لهم هذه النهار و ندخل هبدا بلايس الغلام يدخل اكي ولا يدخل منضع التقطع التي يجب يبقى استدعوه في واحد الكسر و بالقرار السم توجهنا إلى مدينة القصر الكبير حيث قضى عيسى زهاء عقد كامل من الزمن حاولنا الاتصال بشخص الذي كان يشاغل عيسى لكن دون جدوى هذا في وقت بدأت فيه الأسرة محاولاتها لفتح الملف القانوني للمتابعة القضائية من جهة ومن جهة أخرى إعادة تسجيل عيسى ضمن سجل الحالة المدنية هاد الناس إلا بغوا يرفعوا دعواء ضد الشخص اللي كانت يحجز سخوهم المدى ديال عشر سنوات تقريبا حسب ذكرهم خصهم يديروا واحد دعواء ديال حل مدنية لدى المحكم المتدائية المختصة هاد دعواء تتعلق بتشطيم مع الوفاة ديالو اللي كون هاد الوفاة ديالو تتعدمو في الحياة وبالتالي ما يمكنش دير دعواء إلا إلا كان مسجل وموجود حي هاد الخبرة هادي الان أراها في طور الإنجاز وكذلك خص شهادة الوفاة ديال الشخص اللي تدفن في بلاستوء في سابقا وخص كذلك الدفتر الحالة المدنية يكون موجود ديال الوالدين ديالو وخص عقد زواج والديه وخص واحد الوثيقة اللي غادت تنجز ديال لافيف عدلي تهيئة من الأحسن أنها تضمن الملف لتؤكد على أن هذا الشخص هذا لازال بالحياة عيسى عاد إلى حضن أسرة افتقدها وافتقد معها ظروف العيش المريح في وقت تعذب وعانى وتألم ولعل حالته النفسية والجسدية لدليل قاطع على محنة ما زالت متواصلة رغم العودة وتتجي في الدار ويشي تقول لعنى مشي تبقى يضربك تستيعق البيض تتخليك براء اشتوه اشتا تيخذ عادة فرش تغطى الهوالد ايه برطاني تيختيش تيجيبك تيحالها قاعد يضربك ولا لا لا شيء دروين تيضربك شوه شكولك قاعد يضربك احمد احمد ام ويشي بقى تخدم هنا اياه شكولك شكولك شي حاجة تقابل هنا اه شمعي تيضربك شمعي تيضربك شمعي تيضربك ناجد 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 دبادري خاطر المغرب تيخاف تيجي يتخشل البيت يستدعلي ما يتيغش شو عدا بيبشي معاي خرج مع بره بفللي دبادتي يبقى يطج تيجي بالله بحليك الرجل تيصوته وراه تعب شكولك تيضربك بره بقى تيضربك ام دبادنا طلبه باش يرجعنا للحالة المدنية دباب بحلي بقى بسكين بحلي كتش شك بطالة من الحالة المدنية في الالفين وحتاش شكه شربع سنين دباش باش ضربنا علي شكو كتمنى واتمنى ويرجع علينا للحالة المدنية وعدن نديره الاسبوع فعني جديد بحلي عد زيد موسيقى المختفي عاد الى الاسرة اسرة لم تنسى زيارة قبر الشخص المجهول والذي ظنه الاب في وقت مضى ابنه عيسى يشار الى ان الاب توفي قبل ثلاث سنوات موسيقى 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 حبيد فين درنالول عشق قرأينا علي الطلبة في الربعي لبنينا علي وليد قرأت علي تندير لديكرة دياله من العاملات تندير لديكرة دياله بنيت علي باش القبار دياله بقى مقيد ويا حبيدتي تنجرح عمي وفي دعي تنجرح عمي وخاتتي تكون قلتي تشتاول حال بعيد وقفتن جرح عمي لي بحلوب حالوليد وملا رجع لي ولدي دابا حمد تربي حبيد ورح أسباب حلوب حالولدي نفتتح ملف العدد بقصة خالد فقري المصاب بإعاقة حركية على مستوى القدم انضافت لها قصة الأب ما دفعه للارتماء بين مخالب المخدرات صغيرا مصار مأساوي انتهى باختفائه قبل خمس سنوات حسن بن رابح حسن شهب نجاة العمري سعيد الحلوشي وأمين عدراوي يصردون لنا حكايته بمدينة سلا تقطن أسرة المختفي خالد فقري خالد الذي غادر بيت الأسرة منذ خمس سنوات لأسباب مركبة ابتدأت بإدمان المخدرات فإعاقة حركية على مستوى الرجل الأم مرقية تتذكر بمرارة قصة اختفاء الإبن كانت عنده 12 العام وكانت 16 مع الدرارية واحد الليلة جاء مع الطل معاشر 11 ونص ديال الليل هذه المدينة جاء جمشا مكر منهم تك ihrenس Naik monde دربووا دربو 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 دربا دخطاء هذه القاونة الحوم الدراري العراجة هذه ماopoly Ừه هو الملد مرض عش أختي أخير من القديمة العازل الولد ضيما من عازل تعقد المويا من أقداةها والذيك You can do this تكررت انتقاداته وتأنيب الأب لابنه لكن خالد لم يدعي لأوامر أبيه بالكف عن تعاطي المخدرات والدخول المتأخر للبيت فتحول النقاش لعنف جسدي تمخضت عنه إعاقة خالد موسيقى موسيقى الأب عبدالجبار فقري يشتغل سمكري معظم الوقت يعيش متنقلا بين مقارات السكن زبائني لطبيعة مهنته بالكثير من الحصر والندم يحكي حكاية المخشف خالد موسيقى 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 وتضربت خطأ ما بينش ديك الساعة تضربة فيه علوم بشي سيمانة عاد بانس ملي بانس بداتي ديكول مو رجلية مو رجلية تديتو السبيطار تديتو ماشي ما تديتوش تديتو السبيطار وبغيدروا لي تال عمالية وفلخ دليل عمالية صحيبة من ديروها لك ردير زر سنتين مو رجال باش تقدرك رجلك ما بغاش مرضاش يديروه ديك العكاكس مو ام قاد مع قد قاد ديهما بمشاكين مع مو قول نارتي مع مساكين مو ونقدر عندي لك العمالية وهذه وهذه يوقين مو مصبرش مصبرش يفرش هاجق كان خالد يعاني كثيرا من التحول الجسدي الذي اعتراه لم يتقبل الاعاقة وحتى المحيط الذي يعيش فيه لم يساعد على تخطي مشاكله الصحية التي تمخضت عنها للمحال مشاكل نفسية كثيرة موسيقى اشتركوا في القناة شكراً لكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة